السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم رح نشرح كيفية تحذف قرص من الويندوز او لغة تقسيم الهارد ديسك في الويندوز لا تنسون دائما باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة شاب جدا بسيطة كل عليكم تسوونها تروحون على خيار this pc بتفتح معكم هذه الواجهة فعندي الآن ثلاثة اقراس هنا فانا الآن القرص اي ما ابغاه ابغاه يكون مندمج مع القرص دي فالطريقة جدا بسيطة يا شباب كل عليكم تسوونها تروحون على خيار this pc تضغطون عليه كليك يمين وبعدين تروحون على خيار منج بتفتح معكم هذه الواجهة تروحون على خيار ستوريج تضغطون على هذا السهم وبعدين تضغطون disk management فهنا رح يبين عندكم الثلاثة الاقراس المتوفرة فانحنا الآن نبينسوي حذف للقرص اي تضغطون عليه كليك يمين وبعدين تضغطون delete volume ولكن يا شباب قبل تسوين حذف لازم تسوون نسخ للملفات اللي تبعونها تشيلونها من القرص اي لانه رح يتم حذفها بشكل نهائي فانا رح يسوي delete لانه ما فيه اي ملفات في القرص اي نضغط اس كذا الآن القرص اي نحذف من عندنا لو تلاحظون الآن المساحة هذه نبيننقلها للقرص دي فالطريقة جدا بسيطة تروحون على القرص دي تضغطون عليه كليك يمين وبعدين تروحون على هذا الخيار اللي هو extend volume تضغطون التالي رح تظهر معاكم المساحة اللي كانت موجودة في القرص اي وهنا رح يبين معاكم اجمال المساحة اللي رح تكون في القرص دي فكل عليكم تسوونها تضغطون next وبعدين تضغطون finish كذا الآن المساحة جميعها انتقلت من القرص اي الى القرص دي ولو تلاحظون تغيرت معنا المساحة هنا الى 488 جيجا فهذه كانت طريقة بكل اختصار يا شباب لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلام